خلال أقل من شهر باتت الفرق عشرين مشات الضعين رابع فرقة تستولي عليها قوات الدعم السريع من الجيش السوداني بعد سيطرتها على نيالا وزالنجي وجنينة في إقليم دارفور غربي البلاد قوات الدعم السريع أكدت في بيان وجهته لأهل ولاية شرق دارفور والسودانيين كافة أن الضعين ستظل آمنة تحت حماية قواتها بعد طرد قوات الجيش السوداني منها في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش وسط أنباء متداولة عن سحب قواته من الحامية العسكرية وشهدت مدينة الضعين الاثنين اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد أيام من التوتر بين الطرفين لكن وكالة أنباء العالم العربي نقلت عن شهود تأكيدهم أن قوات الجيش انسحبت من الفرق عشرين وفق اتفاق مع زعماء القبائل بشرق دارفور حفاظا على حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من مدن الإقليم بعد إصرار قوات الدعم السريع على مهاجمة الفرقة إلى ذلك واصل وفد من قيادات قوى الحرية والتغيير أحد أعضاء الائتلاف الحاكم السابقا في السودان الثلاثاء زيارته إلى عاصمة جنوب السودان جوبا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لبحث الحل السياسي لإيقاف الحرب بالسودان بناء على مخرجات اجتماعات القاهرة وخطوات توحيد القوى السياسية والمدنية في كتلة موحدة واندلع القتال بين جيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف نيسان أبريل بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا